ما هي الخميرة؟ الخميرة هي كان في وحد الخلية ينتمي لمملكة الفطريات إنه نوع من الميكروبات الموجودة في كل مكان حولنا واد استخدمها البشر لألاف السنين في إنتاج الخبز والبيرة والنبيذ هناك العديد من الأنواع المختلفة من الخميرة ولكن الأكثر استخداما في الخبز والتخمير هو ساكروميسي السرفزي يعرف هذا النوع من الخميرة بقدرته على تخمير السكاف وهي العملية التي يتم من خلالها تفويل السكر الكفول وثاني أكسيد الكربون الخميرة هي مدد لهوائية اختيارية مما يعني أنها تستطيع البقاء على أيدي الحياة في وجود الأكسجين وغيابة في وجود الأكسجين تخضع الخميرة للتنفس الهوائي وهي العملية التي تكسر السكر لإنتاج الطاقة ومع ذلك في حالة عدم وجود الأكسجين تخضع الخميرة للتخمير وهي العملية التي تتفويل السكر من خلالها لتفويل ساني أكسيد الكربون في الخبز تستخدم الخميرة لتخمير عجين الخبز عند إضافة لخميرة العجينة الخبز تبدأ في التغذي على السكر الموجود في الدي مما ينتج عنه ساني أكسيد الكربون كمنتج سانوي يحدث ساني أكسيد الكربون في العجينة مما يدي إلى ارتفاعه وعطاء الخبز قواما وانكاته الميزة في التخمير تستخدم الخميرة لتخمير البيرة والنبيز عند إضافة لخميرة للنقيع الشعير السائل الذي تم انتاجه عن طريقنا على الحبوب في الماء فانها تبدأ في التغذي على السكريات الموجودة في نقيع الشعير وانتاج الكخول وساني أكسيد الكربون كمنتجات سانوية يمكن أن يكون لنوع الخميرة للمستخدمة في تخمير تأثير كبير على نكهة وخصائص المنتج النهائي تستخدم الخميرة أيضا في مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخر مثل إنتاج الوقود الفيوي وصناعة الأدوية في إنتاج الوقود الفيوي تستخدم الخميرة لتخمير السكريات المشتقى من المحاصيل أو المواد العدوية الأخف وإنتاج الإيسانول كمصدر للوقود في صناعة الأدوية تستخدم الخميرة لإنتاج البروتينات والمركبات الأخرى التي تستخدم في صناعة الأدوية يمكن العثور على الخميرة في مجموعة متنوعة من البيئات بما في ذلك على سطح النباتات في التربة وفي الهواء يمكن العثور عليها أيضا في جهاز الهضمي للخيوانات والبشر بعض أنواع الخميرة ممرضة ويمكن أن تسبب عدوة للإنسان مثل المبيضات البيضاء والتي يمكن أن تسبب مرض الألعاء وأنواع أخر من عدوة الخميرة الخميرة هي ميكروب من تعدد للاستخدامات يستخدمه البشر منذ تلاف السنين لا أجعلت وقدرته على تخمير السكر مكونة لإيسية في إنتاج الخبز والبيرة والنبيض ويستخدم أيضا في مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخر على الرغم من أهميتها غالبا ما يتم تجاهل الخميرة لكن مساهمتها في المجتمع البشر كبير واسعة النطاب